بسم الله الرحمن الرحيم السلام علي سيدنا محمد أشرف المرسلين دلوقت طبعا احنا نتكلم في موضوع مهم النهاردة بيخص كل واحد مربي عصفير او مربط يرزيه نفس صفة عامة فترة الشتاء اللي احنا دخلين عليها وبروتة الجو طبعا في ناس كتير مربية في بلاكونات ناس مربية في أماكن مفتوحة فتغيير الجو ده هيأثر على العصفير اللي هم مربية وطبعا بيقدل نازلات برد التسحى الصبح تلاقي العصفير الصغارة الفرق ميتة تلاقي العصفورة ميتة على البيض فطبعا الوضع بتاع الجو السنة دي ممكن يكون زي السنة اللي فاتت طبعا برودة عالية كدرجات حربتين تحت الصفر فترة الليل فالعصفير مش هتستحمل البرودة الشيادية خصوصا للناس اللي هي بتربي في البلاكونات ففي كذا حاجة ممكن نعملها اول حاجة بلاش نحط العصفير في اماكن فيها طيارات هوا مباشرة يعني ما تجيش في مكان في البلاكونات فيه طيار هوا وطم حط القفص العصفير فيه اكيد العصفير كده مش هتكمل ده شيء طبيعي برضو فيه طريقة تانية احنا معلقين العصفير في مكان كويس بعد عن طيارات الهوا وكل حاجة ميجيب مشامع شفاف ونبدأ نغطي به بفاصل العصفير كلها طبعا طريقة المشامعة دي طريقة كويسة احنا منغطي العصفير من الثلاث جوانب وبنسيف فتحة صغيرة عند الباب عشان ما نجي نغير الاكل والفتحة الصغيرة دي بتحاول تغير طراجات التهوية والحرارة وبتغير الجو جوه القفص نفسه وبرضو بتحافظ على درجة الحرارة بتاعت القفص درجة حرارة مناسبة بالنسبة العصفير في ناس دانية بتحطوا قماش على القفص بس القماش ده في مشاكل كتير لانه بيربى حشرات القماش ده ممكن الفتل بتاعته ولا حاجة تفك العصفير تلف راسها حواليه رقابة حواليه تموت العصفير يلف حوالا رجليهم فانا بصراحة مش بحبز موضوع القماش ده في التدفية بتاعت العصفير المشامع شفاف ده حاجة كويسة برضو نحاول على قد ما نقدر فيه حاجات معينة بندف فيها العصفير بتحافظ على درجة حرارة العصفير زي ما كنا متكلمين في فيديو قبل كده على السمسم او ممكن نحط العسل الابيض على المية بتاعت العصفير مرة او مرتين في الاسبوع او في الايام اللي فيها درجة برودة عالية شوية العسل ده بيحافظ على درجة حرارة العصفير طب افرد لقدر الله العصفير ما كانش فاحد كان واحد مربي لسه متدق ولا حاجة وكان نحط العصفير في البلكونة وفيه جزء او اثنين او عصفورة جالها برد هنعمل ايه؟ وزي اصلا نعرف العصفورة جالها برد طب العصفير بصفة عامة بتحب الحركة جوه القفص فانت لقيت العصفير رشة منفوس شوية ما فيش حركة زي الاول تبدأ تشك في العصفور نفسه هتمسك العصفور وتفحصه هتلاقي العصفور فيه افرزات طلع من مناخيره فتحة التنفس الافرزات دي تدلين عصفير عنده نازلت برد هتلاقي عصفير ما بتحركش زي الاول هتلاقي ممكن تلاقي فرزات عند فتحة الشرك بتاع العصفور فدو كلها علامات ان العصفور جالوا دول برد طبعا العصفور ده لازم نعزله عشان ما يعديش العصفير التانية لما موجودة معه في القفص يبقى العزل ده شيء اساسي ده اول حاجة في العلاج كله ما ينفعش نسيب عصفور عنده برد مع العصفير في نفس القفص هنعزله في مكان او في قفص صغير او في بياضه مع تدفقه كويسة ونبدأ نديله علاج ابسط علاج من اي سيدالية بشرية هنجيب شريت فلموكس 500 مل جرام ونحطه نص الكابسولة على المسأة بتاعت المية كل يوم ونغير المية كل يوم الموضوع بياخده من ثلاث خمسة ايام لأسبوع بالكتير وان شاء الله عصفوره بيتحسن على حسب برضه التدفاع اللي احنا بنا نحاول نوصلها للعصفور ما نفعش برضه نحطه في البرد في البلكونة ونضع العصفور ده ما بتحسنش العصفور الحمد لله بدأ يتحسن وبقى كويس خالص ورجع اللي صحته ممكن بعدها نديله فيتامينات كحاجة يعني ايه ترفع من كفاية العصفور شوية الفيتامينات الموجودة برضه ممكن من اي سيدالية بشرية نجيب نقط بي بيت ونحط خمس نقط على المسأة مرة او مرتين في الاسبوع بتحاول ترجع النشاط بتاع العصفور تاني تمانا تكون استفدتم من حلقة النهاردة وان شاء الله هنكمل معاكم في سلسلة بتاعتنا ونحاول على قد ما نقدر نحافظ على عصفورنا في فترة الشتاء لان الفترة الجهت وبفترة صعبة خاصة على المربيين اللي هما لسه جداد في الموضوع لان اللي بيرب قبل كده بكون عارف يحافظ على عصفوره زي في فترة الشتاء ياريت العصفير دي تروح زي اي روح ياريت ياريت نحافظ عليها الناس اللي بتربي في البلكونات يحاولوا يحافظوا على العصفير على قد ما يقدروا عشان البرودة بتاعت الجو البرودة بتاعت الجو دي تحرام علينا ده عصفور كأن حي بيحس زي ما احنا بنحس بالزبط اتمنى تكونوا استفدتم من حلقة النهاردة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة